وبنجاة تحية لكم مشاهدين في اعتقاد شعب المنتشر بيقول ان كل ما الطفل اللي بيأكل يبقى ده سليم وصحي وزي الفل ونفرح بيه الحقيقة انه ممكن يحصل ده ويبقى هو عنده سوق تغذية او يجيله سمنة اطفاله سمنة الاطفال ده كارثة لان حلولها بتبقى صعبة جدا جدا عشان كده يمكن الدولة عملت مشروعات كتير جدا بتحارب سمنة الاطفال في المدارس ويعني عاملة خطة كبيرة عشان معاناة ملايين الاطفال من السمنة هل السمنة الاطفال دي ليه علاج؟ هل فيه جراحة؟ يعني ايه جراحة؟ يعني معقولة فيه الاطفال اللي ممكن يتعمل لهم الحاجات اللي ممكن تحصل للكبار في السمنة واسئلة كتير جدا هنعرفها من دفنة اللي مناورنا نهاردة استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير دكتور نادر ناصف أهلا بحضر أهلا بحضر أهلا بحضر السلام دكتور نادر أهلا بحضر يمكن زي ما شوير قالت في الانترو انا لو انا عندي طفلي مليان وعنده سمنة اخر حاجة افكر فيها ان انا وروح اقول للدكتور ارحقني اعمله عملية ليه؟ هبقى مرعوبة هبقى القانة هو انا ما ينفعش يا دكتور انا نزله بالدايت ايه الحاجة اللي تخليني اجيب ابني واجي لحضرتك اقولك لا لازم نعمله عملية طيب وانا كمان معاك انه اخر حاجة عملها الابني هو نعمله عملية متفق تماما يعني بس لازم نفهم الاول السمنة السمنة بتقال عليها من سنين فاتت إيه ديزيز هو مش فرق مقاس مش فرق هدوم مش فرق كدا خالص وبس دي ايه ده إزا ديزيز ديزيز ده يعني مرض لمضاعفات يعني لك انت تخيلين معايا اليومين دول طفل 10 سنين سكاره ابتدأ لغبط كولستروله ابتدأ يبقى عالي ضغطه ابتدأ يبقى عالي نفسه ابتدأ يبقى مش حاله ما هي مش بس مرض هي بوابة الأمراض كتير تانية بزبط كده بزبط كده فهنا دي الفكرة ففكرة إن يقول إن أنا هكليه يأكل صح أو يمشي على ضايت أو يعمل نيوتريشن طبعاً دي حاجة ممتازة بس لغاية إمتى يعني هالهفضل جنب الطفل سنة واثنين وثلاثة عمالي يقول إن شاء الله يبتدي يخس وهو في علامة بيحصلش أي حاجة خالص طبعاً أنا بعمل تحاليل أعرف كولستروله أخبره إيه سكاره أخبره إيه فيتامينز أخبرها إيه لأن دي حاجة مهمة جداً إن فيه برضو اعتقاد شعبي سائد سيبه بس لما يكبر وهو هيخس وهيفرد نفسه وده في علامة بيحصلش خالص يعني العلم بيقول لنا إن 55% من الأطفال بيوصلوا يبقوا شباب 10-20 سنة تخان برضو هو أنا أعرف إن الطفل عنده سنة لما يبقى إيه لما يبقى وزنة تحاليله بتبقى شكله عامل إزاي عشان أخد القرار ده طيب خلينا نقول إن إحنا الحاجة السهلة لنا إن إحنا نحسب ما يسمى بالبادي ماس إنكس معامل كتة الوزن أقسم وزنه على مربع الطول بتاعه لجم في الأطفال عندنا إحنا كاتاكاترة بنعمل حاجة اسمها سن تايلز دي زي جراف كده رسم بياني برسم عليه الطفل في السن ده بالوطول ده المفروض يبقى إيه عشان كده لما نتعامل مع سمنة الأطفال دايما بنفكر بطريقة التيم ما يفعش كون أنا الواحدي دكتور نادر تيتيجي الأم عايز يعمل عملية لا نعمل عملية لا أخالص أنا عايز دكتور نيوتريشن معايا دكتور غضة صماء وده فعلا إحنا بننفزه حتى العيام بيظهر لمن فينا الأول بيروح له عشان يطمن إنه لو جا معا نيوتريشن طبعا يريت لكن هاي دي بقى لنا بقولها نيوتريشن لمدة قد إيه ست شهور سنة طب فيه تأثير فيه إن شاء الله كيل واحد بيتخز في الشهر ولا لأ ده عمال يزيد وعمال يزيد أكتر وعمال يلغبط أكتر فيبقى وزن وطول بالعلاقة ببعض زائد شوية تحاليل معنى كلام حضرتك أنه أنا ألجأ ليه العمليات الجراحية للأطفال لما ألاقي إنه لا فيه زيادة لا فيه نقصان وفيه زيادة في الوزن أكتر كل شوية ولما أجي عمل التحاليل إيه هم لغبطة أكتر وأكتر فابتدي أخذ القرار هما نقطتين عادة موجود استجابة زائد ظهور المضاعفات أنا جيت لك بقى بتحديد إيه أولا إيه هي العمليات اللي هتتعامل اللي أنا عارف إنه إحنا في الكبار إحنا عندنا السليف وعندنا البلونة وعندنا تغيير التحويل المسار والكسار صح؟ إحنا عارفين بالنسبة للأطفال 70-80 في المام الحاجات دي بينفعت الطبق في الأطفال مفيش مشكلة يعني أنا أعمل للطفل تكمين معدى؟ أعمل للطفل تكمين معدى الكتاب بيقول من أول 12 سنة مفيش مشكلة من أول 11 سنة مفيش مشكلة قبل التقبل العشر سنين مش أول حاجة خالص أفكر فيها هي عملية خالص بس لحضرك لما ساعات بيزهر لنا حالات لازم نتعامل معاهم يعني طفل واصلة بيه إنه نفس وقاطع مش عارف ينام بالليل فعلا عنده طبعا سنين مش عارف ينام بالليل مش عارف ينام بالليل من نفس بتقرر تحويل مزار أو بلعون أه دي نتكلم فيها الأوبشنز المتاحة لنا أول حاجة عملية تكمين معدى عملية تكمين معدى عملية تكمين معدى عملية بسيطة لطيفة بالمنزار النهار ده بقيت بتسمى كأنها زي ما ما حيخش يعمل مراركة هم نفس عدد الفتاحات الإيزنس بتاعها سهل جدا الحمد لله بشيل الحتة دي فلما شيل الحتة دي تبقى دي بس في المعد فيبقى شبعان على طول قادر يسمع الكلام دكتوري نيوتريشن هيكمل معاي الشحل وياكل ايه يركز على البروتين والحاجات المفيدة فلتة 12 سنة ها؟ ده جزء هيكتزم الزي ده جزء مهم قوي من موضوع أنا النهار ده عندي طفل 12 سنة هيروح مدرسة وهيخرج مع أصحابه فيه عياد ملاد وفيه رحلات هنا هيكتزم الزي وهياخد الفيتامينز الزي من الوقت الصغير ده محتاج لطول العمر ضايف هنا ييجي دور السايكولوجست أو سايكايترست حد بيحلل حالة نفسها للطفل هل ابتدى يخش في الكتئاب بسبب مش عارف يلعب مع صحابه فيبتد يقولي دكتور نادر من فضلك عجلي بالعملية هل ابتدى هيبقى عنده مشكلة في السلف ايمج مش عارف يلعب لا أنا بكلمك على بعد العملية اه التانية بقى كمان بهوف التقييم بيقولي دكتور نادر بيستجيب معايا فاهم يعني ايه تكمين قادر يفهم انه بعد كده هيكل كميات صغيرة على مرات كتير على مدار اليوم فيقولي اه دايب فعل او يقولي لأ أنا مش حاسه مستجيب معايا مش عارف يفهم اللي احب نقوله طب خلينا نديره ستشور نيوترشن وناخد فيدباك من النيوترشن ستقي الأخبار لكن خلينا نقول ان سليف على مستوى العالم احنا عندنا في دول بتعمل من 8 سنين سليف بس ليه لان هم عندهم اناجف هذي الدول بذات الوطن العربي في السمنة اعلى كمان مننا كبرت اكتر وزنها بقى اعلى بكتير قوي من عندنا بس الاسليف ده لازم ما يكونش ليه في السكر ما بيحبش السكر مش بس كده لان السكر ده يعني عفت بالعملية ومش بس كده حتى لو مليش في السكر مع الوقت وبعد مرور 4-5 سنين بيرجع الوزن يزيد شوية بنسبة 5-8 كيلو حلو قوي خلينا متفقين ان فيش اي عملية في الدنيا ولا حاجة تتعمل للوزن بيجي معها كده ده ضمان جارنتي ان انا عمري ما هادخان تاني الناس دايما تكلمني سواء الكبارة او الصغيرين عايزة يقول لانا عايزة كله وما هادخانش ده مش موجود فولة مثلا انا عاملة سليف حتى لو عاملة يعني الناس يقولك يا دوكت انت انا عاملة سليف يعني بعمل حاجة تساعدني فتشجعني فتا انها بتعمل ريسات لكل الوزن بتاعي يعني انا معايا شاب دلوقتي كان 18 سنة مية خمسة وتمانين كيلو اوكي النهاردة هو وزنه 95 كيلو عشان عمل ايه؟ مية خمسة وتمانين كيلو مية خمسة وتمانين كيلو عمل ايه؟ عمل سليف بس السليف باخيرها 30 كيلو بابقول لحضرتك اتصور معنا ممكن ان نتفرج عليه لا يعني انت ساعدته ان هو يا سليف مش اخيرها 30 كيلو السليف بتخسس 50 لـ 80% من الوزن الزيادة فهو ده عشان وزن الزيادة لا يا دكتور والله يا ابدا ده في ناس كتيرة جدا دكتور بتصدموا لما بيعملوها بتبقى 30 كيلو بس ويعودوا يشدوا لا بالرعا بس بالرعا احنا الكتاب بيقول لنا مش عايزين ناخد حد حصل معا حاجة ونقول هو ده اللي بيحصل انا لازم اخد كلام الكتاب لان الكلام الكتاب هو الاحصائيات جاب مية عيان ألف عيان كلهم عملوا ويبتدي يقول بيخسوا قد ايه من الوزن دي الصورة قبل وبعد مية خمسة وتمانين كيلو النهاردة هو خمسة تشاك ده عاملها امت بقى؟ ده عاملها بقى له دلوقتي يمكن سنة ونص دلوقتي سنة ونص طيب ازاي بقى هو بعد هزا الشاب الوسيم بعد ما عمل العملية دي هو عن 18 سنة؟ اه 19 دلوقتي 19 يفضل محافظ ولما هيزيد شوية صح نعمل ايه؟ صح اول حاجة ناخد بالنا دايما عطيات اكلنا ونفهم ان احنا معملناش سحر ولا كبار سحر ولا صغارين سحر هو اتسابوش وانا محتاج ليه دور مفيش على فكرة حتى تحويل المصار اي حد مش ناوي يلتزم ولو بنسبة صغيرة خالص يقدر يبوز بسهولة قوي العملية بتاعته الالتزام والمجهود الجهاد طبعا المجهود ده لازم انا عندي سؤال ده فضال وانا ممكن لواحد يعمل سليف وبعد شوية بعد السليف ده يعمل بلون؟ لا ماينفعش ليه دكتور؟ لانه البلون بتعتمد على الحتة دي اللي اسمها الفاندس اللي هي اللي فوقدي في المعد هي البلونة والكابسولة يروح يعودوا فيها فانا شلتها اصلا اه فما يمتع لكن لو حضرك سؤالك انخطي عامل سليف ورجع تخن شوية عمل له ايه؟ فيه ادوية دلوقتي موجودة بتدي تعلي هرمون في الجسم زي بالظبط مالسليف كأنها لسه معمولة دلوقتي فبالتالي يعني بيجي لي بعينين كتير حتى من القبار اللي بيجي اتخن شوية بس ده هرمون ايه؟ هرمون مضر؟ نو خالص بيشتغل على حاجة واحدة بس على مركز الشبع في المخ اوك هرمون مش حاجة تنرسل؟ ماليوش مللقة بأي حاجة تاني في المخ وصيف يا دكتور؟ صيف تماما FDA approved يعني كل الناس تقدر تاخدوا ولا؟ انا هاخد منك الاسم ده ماشي انا هاخدوا وانا عارفة انتوا هتقولوني ايه فانا بقولكم من قبلها ااخدوا واقولولكم بس نسألوا كل الاسئلة المتاحة سليم يا دكتور؟ سليم مش هيحصل له اي مشكلة يا دكتور؟ FDA approved هنبقى كده واتروف هنبقى كده وخصصين البلونة بقى ايه؟ بقى البلونة والكابسولة البلونة والكابسولة طفل الفرق والنبي اه الفرق في طريقة التركيب بس يعني دي ممكن توقع بلونة او كابسولة انها تبراكت الكابسولة اتخدت اه الكابسولة اتخدت وانا صحي عاجلي خلص شربت مية دوبت القوت اللي حواليها فهي جواها دي متطبقة عن نفسها ابتدي امليها اه ابتدي امليها بتيوب صغيرة خالص دخلة لحد ما امليها خليها كده وروح شادة التيوب دي وشخص صاحب شائحة وخالص وقرد بيبقى متضايق شوية لكن مش محتاج ينام ولا ايه حاجة دي الكابسولة الكابسولة فيها ممبرين هنا كده بيدوب لوحده بعد 4 شهور وتقع كلها فبالتاني ولا في تركيب ولا في شيل يعني 4 شهور بخصة واحدة صاحبتي عملت كده تشرح لنا الحالة دي أوكي قالتلي يا مفيدة انا خدت الكابسولة وانا من ضمن يعني الكابسولة تنجح مع كل الناس قوم حصل لها ايه بقى وقفت الكابسولة على قلبها عالفت راح واقصدر هنا فبتقول لي ايه ممارة واحد او حاسة ان فيه تقلب تعيبها وبعد كده اكلت مش تعبانة بعدين حصل التهاب ده بيبقى عيب ان الدكتور ماهتمش زي ما حالف بتقول ولا عيب ايه طيب هو الناس دايما بتدور على حاجة تحللها لمشكلة تحل الضغط والسكر والكلسترول وكل الحاجات دي بس بدون اي ريسك بتاع اي حاجة اوكي which doesn't exist خالص مفيش حاجة في الدنيا كده بمعنى انا بحط بلونة في مئة عيان اوكي في اين منهم مقدروش يستحملوا مدايقة البلونة في معدتهم فجي قولي شلي البلونة انا مش قادر انا متدايق هو مجردوش حاجة بس هو متدايق من الاحساس ده مفيش نسبة اكبر من كده شوي مفيش مشكلة اول اسبوع من البلونة او الكابسولة اول اسبوع فعلا بيقى في مغص وسنة غمى من نفسه بسيط الشخص اللازم يبقى متبلغ عنها بتحيطة مهمة اوية في كل الحاجات اسمها patient education لازم العهم انه هو في العيادة من قبل ما يركب حاجة اول اسبوع وعرف ان انا هبقى تعبان زي اي حاجة يعني انا كان عندي طفل اتناشر سنة هيركب بلونة شريحل وكل ده والصبح اليوم العملية انت جاي ليه عشان كذا هيحصل لك ايه كذا انت هتستحمل اسبوع القانية اه هستحمل كده هو لكن النسب بقى اللي توصل لانه ترجيع او التهاب او كده هو الكابسولة على قد حلوتها دي كلها فيها عيب ان انا ما بشوفش المعدة بعيني البلونة انا بخش بالمنظار وشوفها بعيني فمسلا لو فيها التهابات او رعاية دي مش هينفع انو اركب مثلا عليها اه اه بلونة اه بلونة هناك شايفة حرص وممنوع لأي حد لامس معدته بأي جراحة او بأي او كان عنده قرحة في المعدة او كل الكلام ده او طول النهار بيشرب سجايرة على كمية اسمو ايدا اهو كتير حاجات كلها اللي بتعمل التهابات بلونة اه فدول يقدروا يخسسوا الشخص حوالي 15 كيل ما بدورش يخسسوا اقرار من كده ما قولت في الاول فيه احنا 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 في اكلنا عندنا جوز في المعدة وجوز ايه هنا ده انا مبعرفش اشتغل عليه انا ما اشتغل على ده بيقول لك يا دكتور لما تراكب البلونة اه بتخسر 15 كيلو بس بقى لما بتنزل بتسيب مكانها ما هيكت موجودة في مكان بجولي اموكت بان تافه بس اولا يتكلم بان تافه فلما هي بتنزل بعد 14 بتبقى سيبة المكان بتاعها كده في المكان ده بقى هيتميني ايه اكل فبنرجع اتخذ ده حلوه مهمة اكوية بابعرا شهور ست شهور السنه التي ان البلونة عادة فيها ان انا بقى اشد خيلي معانة عشان خاطر اعمل ايه هبتدي اضبط دماغي بطلقها مختلفة لانه فعلا لو البلونة ياما اتادت اتشالت انا له احنا بجول اه台 اكل بالدنيا كلها بجولي دول بقى بعدها بسمانة وضيعر في الوزن اعمل بقى سليف او باي باس او ايان كان بس ايه يا خبار ربي ده انا كده بدخل في دوامة كارثية عشان كده لازم الناس تبقى فاهمة انا محتاج ايه وهم عليهم دور لو الدور بتاعت ما تعملش شايف ان السليف او البالونة او الكابسولة الموضوع ما هي حاجات بتساعد بتساعد انك تنزل الحفاظ بقى على وزنك هو ده دورك ودور النيوترشنس او دورك ودور مال الحلول العلمية دي بداية مش هي انها ومن العلم والطريق بقى الطويل بتعمل منك انت شخصيا بمجهودك وجهدك واجتهادك وبنشكرك يا دكتور اسعدتنا ونورتنا وليسه حلقتنا مكملة وعندنا موضوع مهم جدا دكتور نابيل القط بعد الفصل